أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الدين الصراط المستقيم صراط الذين ألعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضوء الملين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين ذلك الكتاب لا رب فيه أدى المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويطيلون الصلاة ولهم ما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم ينقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمننا بالله وباليوم الآخر وما هم مؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يحررون في قلوبهم مرضوا فزادهم الله مرضا ولهم عذاب ألم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ألؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا نقل الذين آمنوا قالوا آمننا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إننا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمرون أولئك الذين اشتروا الضلالة من هدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مكذين مثلهم كمثل الذي استوقذ نارا فلما أضاءت ما حوله وذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صنبكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمة ورعيون وبق يجعلون أصابعهم في آذرهم من الصواعق حدر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوفين وإذا أظلم عليهم اتقام ولو شاء الله لذهب بسمعهم وبصارهم من الله إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم معا لكم ذات تقوم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا والسماء بناءا وأوزل من السماء ماءا فأخرج به من الثمرات دسقا لكم فلا تجعلوا لله أن دادا وأرتم تعلمون وإن كنتم في ريب من مما لسل على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صدقين فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جمات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من خمرة الرزقا وقالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعضة فما فطها فأما الذين آمنوا فيعلموا أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينطبون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكونتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوى هم سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جعلوا في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم ما دم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملاكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم حكيم قال يا آدم أنبئهم بأسماءهم فلما أنبأهم بأسماءهم قال ألم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما جبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فاسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزودك الجنة وكلا منها روضا حيث فئتما ولا تقربا هذه الشدرة فتكون من الظالمين فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما لما كان فيه وقلنا أهبطوا بعضكم لبعض عدوه ولكم في الأرض مستقروا ومتاعوا إلى حين فتلقى آدم من ربي كلماته فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا أهبطوا منها جميعا فإما يأتي أنكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتها أولئك أصحاب المال هم فيها خالدون يا بني إسرائيلة نعمتي التي ألعبت عليكم أوف بعهدكم وإيايا فارهبون وآمنوا بما نسألتوا صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافرهم ولا تشكروا بآياتي ثمنا وقليلا وإيايا فاتقون ولا تلمسوا الحق بالباطل وتكتبوا الحق وأموتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا السكاة واركعوا مع الراكعين أتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم آرتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيلة نعمتي التي أنعمت عليكم وأدني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفسهم عن نفسهم شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يأخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعام يسوم لكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون لساكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا لكم البحر فآجيناكم أغرقنا آل فرعام وأنتم تمرون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلتا ثم اتخذتوا العيل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقاد لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى باركم فقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند باركم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لازم أميانك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغبامة وأنزلنا عليكم معنا والسلوى كلوا من طيباتنا رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فاكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم حطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بماك كانوا يسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقل نقرب بعصاك الحجر فانخجرت من واثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس ابن شربهم كلوا واشربوا من جسد الله ولا تعزوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحدين فدعوا لنا ربك يخرج لنا مما تورد الأرض من بقلها وقثائها من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وصلها قالا تستبدئون الذي هو أدنى من الذي هو خير إهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وغربت عليهم الذلة والنسكنة وباءوا بغضبهم من الله ذلك بأنهم كانوا يكسرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصار الصابعين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل الصالحان فلا هم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فالقوم الطرق دوما آتيناكم بقوة وازكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكم أنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قرادة الخاسئين فجعلنا هانكا لما بين يديها وما خلفها وما عدة للمتقين وإذ قال المرسال قومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرا قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا دعوا لنا ربك يبيل لنا ماهي قال إنه يقول إنها بقرة لا فالد ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا دعوا لنا ربك يبيل لنا ماهي قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لهمها تصر الناصرين قالوا دعوا لنا ربك يبيل لنا ماهي إن البقرة شابه علينا وإنها إن شاء الله لمغتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا دلولهم تثير الأرض ولا تصل الحرف مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن إذا بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون وإذا قتلتم نفسها فادعوعتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اطربوه ببعضها كذلك يحيل الله الموتى ويريكم آيات لعلهم تعقلون ثم قزت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن من هذا ما يشطط ويخرج منه الماء وإن من هذا ما يهبط من خشية الله وما الله بغافر عن ما تعملون أفتطمعون أي لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلون ثم يحرفونه من بعد ما عقلون وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنوا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله فعليكم نحجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلمون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم لا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عيد الله ثم يقولون هذا من عيد الله ليشتغوا به ثمن وطللا فويل لهم مما كتبت أيديهم ويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودا قل أتخلتم عند الله عهدنا فلن يخلق الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا عن الصالحات أولئك أصحاب جمك فيها خالدون وإذ أخذنا من تاقب بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين أحسانا وللغربا والجتاما والمساكير يقولوا للناس حسنا ونقيموا الصلاة وآكل الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقرأتم وأنتم تشهدون ثم أمات هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم مساوى تفادوهم وهو المحرم عليكم بإخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خذي في الحياة الدنيا ويوم القيامة ردون إلى أشد العدال عمره بغافل عم ما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخففوا عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول لما لا كهوى أنفسكم استكبرتم فريقا كثبتم وفريقا تغتلون وقالوا قلوبنا غلف بل أعلم الله بكفرهم فقليلا مات منهم ولما جاءهم كتاب من عند الله صدقوا لما معهم وكانوا من قبل وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلاعنت الله على الكافرين أبئسا اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضبهم على غضب والكافرين عذابهم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا بما أنزل علينا ويكفرون بما وراء وهو الحق صدقا لما معهم قل فلم تقتلون ذنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخاتموا العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فعبكم الترخضوا ما آتيناكم لقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا واشتبوا في قلوبهم العيل بكفلهم قل بئس ما يأمركم به إيما يكون إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة وعنة الله خالصة من دون الناس فتمنوا لنتئيكم واتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليهم بالظالمين ولتجننهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو من زحزحه من العذاب أن يعمر الله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزاه على قلبك بإذن الله وصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات المينات وما يقصر بها إلا الفاسقون وكلما عاهدوا عهدا لبده شيء منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معه نعنى فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفى سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلم مناس السحر وما نزل على الملكين بباب لهاروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرض وصوجه وما هو من بضاجل به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا يمنون نفعهم ويقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولا بإذن ما شروا بذيان أفسهم لو كانوا يعلمون ولو آلنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله الخير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا ينظرنا واسمعوا للكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن يمزل عليكم خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ناسخ من أهلات أو موصها أبت بخير من أهلها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له من البستماوات والأرض وما لكم من دور الله منهم ولئن ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ظل سوا السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عيد أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فعفوا واصبحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآثوا السكاة وما تقدموا لأنفسكم من قيل تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا إن يدخل الجنة إلا من كان هدى أو نصارى تلك أمانهم قل هاتوا وها نكذير كنتم صدقين بلى من أسلم وجذبوا لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها سوء وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خارفين لهم في الدنيا قذي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما توله فتم وجه الله إن الله واسع عليم وقال اتغل الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض قل له قانتون بذيع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كون فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله ولو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن أرضى عنك اليهود ولن نصرى حتى تتبع ملتهم قل إنه ذا الله هو المدى ولئي اتبعت أهواهم بعد الذي جاءك من العلم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم خاسرون يا بني الإسرائيل أقول نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفسهم عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم وادوروا بكلمة فأتبمهم قال إبني جاعد كلم الناس إماما قال ومن ذرية قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم صلى وعاهمنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيته للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزقا له يا ثمرات من آمن من الله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه خليلا ثم أضره إلى عذاب النار وبتس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك نوت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن هريتنا أمة مسلمة لك وأرينا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث بهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيه إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من صفه نفسه ولقد صفهناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلم لرب العالمين وأصر بها إبراهيم بنيه ويعقب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون بعضي قالوا عبد إلهك وإله آبائك إبراجيم وإسماعيل وإسحاق إلها وحيدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولك ما كسبتم ولا تسألون عن ما كانوا يعملون وقالوا كونه ذا أو نصراتها تذوقوا البلدة إبراهيم حنيفا وما كان من المشرقين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أنت موسى وعيسى وما أنت النبي لنا ربهم لا يفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا مثل ما آماتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاط فسيكفي كهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقول ليدنا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كرهدا أو نصارا قل أأنتم أعلم عن الله ومن أعلم ممن كتم شهادة عندهم من الله وما الله بغافر عن ما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم